اشتركوا في القناة انطلقت فعاليات مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة في دورته السادسة في المركز الثقافي لمدينة كلباء بحضور الشيخ سعيد بن سقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السم حاكم الشارقة بمدينة خورفكان والشيخ هيثم بن سقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السم حاكم الشارقة بكلباء ومجموعة من الممثلين والرعاة للمهرجان ولجنة التحكيم والمسؤولين بالاضافة الى الجمهور الغفير نحن في هذا العرض نؤكد على هذا الدور والهدف الذي يخطه صاحب السم حاكم الشارقة للحركة المسرحية في دولة الامراء هذا العرض يقدم تجربة انتجها مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة عندما تعرض هذا المخرج لهذا النص وهذا النص الغير مشهور لشيكسبير ويقدم بهذه التجربة التي تنمو عن وعي مسرحي ومن خلال أطروحة وإسقاط على واقع الحال فهذه التجارب نحن وصلنا إلى مرمى الهدف الذي نحن نذهب إليه تتجسد شخصية مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة في دورته السادسة للفنان القدير صاب الرجب وذلك لإنجازاته العظيمة التي قدمها للمسرح خلال الثلاثة عقود والنصف من الإبداع في مسارح الكبار والأطفال إلى جانب تكريمه من قبل دائرة الثقافة لإدارة المسارح كحافز لمواصلة مسيرته وتشجيعا له نحو تحقيق المزيد من الإنجاز والذي يفخر به المسرح المحلي والخليجي والعربي هذا التكريم يعني لي شيء كبير طبعا حياتي ومسيرتي الفنية أعتبره وسام على صدري وأشكر صاحب السمو وسيدي الشيخ الدكتور سلطان القاصم العطاء لا محدود لهذه المهرجانات سواء داخل الدولة أو عربيا أو خليجيا وإن شاء الله نعتبر هذا التكريم عاتق عليه وإن شاء الله نحاول نقدم لمسرح لمراته الأفضل والأفضل والمزيد إن شاء الله عرضت في المهرجان مسرحية 71 درجة المقتبسة من المؤلف الشهير ويليام شيكسبير الذي يعد من أشهر كتاب المسرح بالعالم والتي قام بإخراجها السيد مهنة كريم وله عدة مشاركات في المهرجانات ومحاولات في المجال السينمائي كما عرضت مسرحية التحيات التي تعود للمؤلف يوجين يونيسكو بإخراج يوسف المطروشي والذي قد حاز على عدة جوائز ومشاركات وشارك في المسرحية مجموعة من الممثلين المهوبين الواعدين بالإضافة إلى الندوات التطبيقية بعد كل عرض مسرحي إذن مشاهدينا كانت هذه بعض الأعمال التي عرضت على خشبة المسرح طبعاً يعتبر أنطون تشيخوف أفضل كتاب للقصص الغصيرة على مستوى العالم تتميز نصوصه بإبداعات فنية كلاسيكية كما أن لمسرحياته أثر على الدراما في القرن العشرين وضيفنا في هذه الفقرة اختار نصاً مسرحياً من أحدى مؤلفاته وهي أغنية طائر التم أي أغنية البجعة وشارك بها في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة تفاصيل العرض بنتعرف معها مع المخرج أحمد عبدالله راشد صبح كلب الخير ويا مرحباً بك صبح كلب النور والسرور يا مرحب السلام ما شاء الله مثل ما لاحظنا جمهور كبير على أكيد موجود في المسرح أو المركز الثقاء في مدينة كلباء لحضور مثل هذه المسرحيات ومثل ما لاحظنا أيضاً مسرحيات ذات رسالة مسرحيات جميلة من ناحية جميع الأمور الفنية أو حتى المحتوى في البداية شو سهر وراء اختيارك لمسرحية أنطون؟ ربما أنطون تشيخوف هو من أهم الكتاب اللي قرأت لهم حقيقة أنا قبل أن أبدأ في التجربة المشرحية أحببت الإطلاع عليها والتعرف عليها نعم فكان أنطون تشيخوف من أبرز الأسامل اللي حبيتها وقريت له أكثر واحد تقريباً في بين الكتاب أغنية الطائرة التم اخترتها بين نصوص عدة يعني لأنطون تشيخوف تقريباً حوالي خمس نصوص من أهم معماله وكانت هذه أقصر واحدة بينهم جميل نعم فأخترتها لأن حسيت فيها شيء من المسرح المسرحية تتكلم عن فنان مسرحي في نهاية صحيح طيب يعني المسرحية نعرضت في ثاني أيام المهرجان وكان لها أيضاً صدى كبير في هذا المهرجان ولكن باختيارك لهذا النص ما هي فكرة هذه المسرحية فكرة المسرحية تتكلم عن فنان مسرحي وصل إلى سن كبير جداً يعاني من قلة تواصل بينه وبين الجمهور هي أزمة فنان ربما تكون أزمة مثقف بشكل عام نحن لم نخص فيها الفنان المسرحي نعم هو يعاني من أزمة اكتئاب السبب براء ذلك عدم حضور الجمهور لعروض المسرحية وصل إلى سن كبير تقارب الثمانية والستين فكان مجدمر في ليلة معينة وأتى إلى شخصاً آخر موظف في المسرح قعدوا مع بعض يتناقشوا فيما بينهم انتهت المسرحية بنهاية حاولت أن هيها غير عن النص الأصلي النص الأصلي كان ينتهي بخروجه إلى حياة جديدة أنا وضعت له حياة جديدة في الخشبة نفسها نعم جميل فأكيد هناك لهذه المسرحيات مثل ما ذكرنا رسالة أو هدف شو رسالة اللي أنت حاب أنك توصلها إلى الجمهور من خلال هذه المسرحية ربما أهم رسالة أوصلها للجمهور وأوصلها للفنان نفسه أنا أوصلها لنفسي أيضاً هي بأن المسرح جمهور وممثل حلو أنه قياب أحد من العناصر يعني ما بيكون في مسرح حقيقي بيكون مجرد تصوير تلفزيوني أو حالة معينة أو بروبة مثل ما نسميها تدرب ولكن الحالة المسرحية أعتقد هي تتواجد بتوافق الممثل مع الجمهور جميل طيب يعني أنا أسألك أيضاً أحمد كيف تدخلون مؤثرات الجديدة على النصوص القديمة صحيح كان معي فريق عمل أخواني وأصدقائي واشتهدنا مع بعض عشان نكون صورة جديدة لهذا العمل جميل نعم جميل لو تعمقنا أحمد في هذا النص نشوف أن في بعض الأشياء تمت علاجها ومعالجتها إلى أي مدى ممكن تكون هذه الشغلات ذات تأثير ممكن على المخرج سواء كان الإيجابي أو حتى السلبي أو عبء حتى نقدر نقول صحيح ربما أنا كانت أكبر مأزق حصلت بأنني اخترت أنطوان شيخو مأزق يعني سمي اختيارك أنا في البداية قلتكم أن أحبه جداً وقريت لأكثر شخص بس لأنني أنا أحب القصة القصيرة نعم شيخو في مبدع في القصة القصيرة نعم لكن في المسرح هو أسلوبه دائماً سردي لا يذكر فعل مسرحي بل يذكر سرد معين مثل ما في الأفلام في السينما يذكر السيناريو شيخو في يذكر سيناريو في المسرح فعليك أنت كم أخرج أنك تحط الحركة تحط المشهد حاولت بقدر ما أمكن أن أتغلب على هذا السرد الموجود في النص وأحوله إلى حركة على خشبة المسرح صار في تغيير بين النص المعد على الخشبة والنص الأصلي ولكن كان تغيير من نص النص يعني مجرد أننا حولنا السرد إلى حركة نعم ولم نضرب النص ما أخرج من النص المكتوب إلا في النهاية إلا في النهاية وفي منتصف العمل أيضاً كانت فيه فقرات معينة مثل ما قلت لكم أنه كان كثير في تخوف من الناس اللي تتعمق كثير بالنفس البشرية والنفس والأمور النفسية فهذه أمور صعبة شوية نطبقها في المسرح فكاننا نحاول قد ما نقدر أنه تبتعدون شوية نبتعد شوية أحمد بما أنك أنت في تحدي كبير لماذا لم تسهلت على أمرك الموضوع واخترت كثير من المخرجين نصوص وليام شكسبير يعني تعتبر أسهل بالنسبة لأنطون أو حتى موضة نقدر نقول صحيح؟ نعم يعني الكل يتوجه لنصوص وليام شكسبير صحيح لكن وليام شكسبير وأنطونش يخوف دائماً أنه قارن بينهم هو ربما يملكان وأبرز أسامي في كتبة للمسرح نعم عدة صفات في الإنسان ويحاول علاجها نعم شيخوف ربما أيضاً هو أنا كثير أحبه من باب أن أحس من عندنا من منطقة الشرقية أيضاً نعم شيخوف هي لأنه روسي ولدنا ولدنا تقريباً نفس البيئة نراها في قصصها لما نقرأ قصص شيخوف ونقرأ قصص توفيق الحكيم صحيح بأن هذا مصري وهذا روسي ولكن هناك توافق كبير بينهم لا أعلم من أين أته ولكن يوجد هذا التوافق نعم وتحس أن الباب الإنساني ممكن أن يؤثر على الجمهور أكثر من الباب الاجتماعي ربما البابين إذا دومجوا مع بعض يؤثران أكبر ولكن أنا أحب القضايا الإنسانية أكثر نعم وعلى حسب ميولك أنت كم أخرج نعم ممتاز طيب أنا أتكلم عن الأخراج شوي بتجربتك في الأخراج ما شاء الله عليك تذكرت أنك كنت في هذا المجال مثل السنوات تقريبا وكان لك أيضا أعمال خراجية على خشبة المسرح في المدرسة صحيح وكانت لك تجربة جدا جميلة كيف ساعتك بتجربتك الأولى في المسرح المدرسي إلى المشاركة في مثل هذه المهرجانات الكبيرة والضخمة؟ في البداية المسرح المدرسي كانت فرص جميلة داخل المدرسة نفسها ممكن من طلاقة حتى؟ نعم من طلاقة بدأت من طابور الصباح كنا نقدم مشاهد قصيرة سكتشات صغيرة في المدة الدقيقة أو دقيقتين وكنا نستمتع لما نسمع ضحكة الطلاب في الطابور يا سلام فكبر معاي شغف هذا المسألة شغف الضحك وشغف التواصل مع الآخرين عن طريق تقديم مشهد ورحنا إلى انتجهنا إلى مهرجان المسرح المدرسي الحمد لله نحن في المهرجان المسرح المدرسي قدمنا أعمال جميلة جدا على مدار أربع سنوات تقريبا من الصف التاسع إلى الثانوية العامة حتى ظلت مستمر نعم ما بعد الثانوية العامة دخلنا في ورش معينة وبالذات دورة عناصر العرض المسرح التي أقامتها دائرة الثقافة بكلباء كانت مهمة جدا لنا هي كانت الانطلاقة ودخولنا إلى المهرجان نعم نحن دخلنا المهرجان في سنة تقريبا 2015 كنا على الهامش مجرد من الورشة نفسها مو من المهرجان نفسها 2016 أعتقد حديقة الحيوان؟ نعم نعم في 2016 شاركنا في المهرجان بشكل رسمي في مسرحية قصة حديقة الحيوان نعم وشو الفروقات اللي شفتها بين المسرح السنة اللي طافت والمسرح في هذه السنة؟ الفروقات وخاصحة المسرحيات نقدر نقول المسرحيات رأيت فيها عدد أكبر لأننا السنة الماضية في 2016 كنا تقريبا فقط سبع عروض في المهرجان نعم السنة هذه نحن اليوم عشر عروض في المهرجان ما شاء الله عشر عروض فزاد العدد وكانت العروض السنة الماضية تتراوح ما بين ثلاث ممثلين إلى ثمان ممثلين عروض السنة هذه من ممثلان إلى عشرين ممثل يقف على الخشب يا سلام طيب ففينا قفزة جميلة جدا خلال سنة مثل ما ذكرت أن عروض كثيرة مقدمة أحمد أمامك في هذا المهرجان وكل العروض ممكن من ناس سبقوك في هذا المجال لهم مثلا خبراتهم في الإخراج في ترتيب الحركة بإدارة الناس بأمور كثيرة كيف شفت هذا التحدي كيف شفت أيضا العروض المقدمة ما تخيمك لها أبغي صحيح مربما أنا بس بروح لنقطة صغيرة نحن في الدورة في الورشة نقعد مع بعض فيصير فيه تبادل بالخبرات هذا الورشة تسبق المهرجان تقليلا بشهر تبادل الخبرات هذا هو اللي يصعفنا في مثل هذه الأمور كيف نصل بسرعة أكبر إلى من سبقنا نصل إليه عن طريق هذه الحديث مع بعض ومشاركة بالأفكار لذلك المهرجان هذه السنة ربما رأينا في أفكار جديدة جدا لم نراها في الدورات السابقة نعم جميل طيب خلنا نتكلم عن جودة العروض أحمد شو رأيك بجودة العروض في هذه السنة نحن اليوم إلى عيلة الأمس ختمنا ست عروض وباقي أربع عروض والست عروض كانت جدا جميلة يعني افتتحها زميننا مهند كريم بعرض جميل واختتمها أيضا ليلة أمس صديقنا علي عبدالله هو أصغر مخرج تقريبا مشارك وكانت عروض جميلة يعني ست عروض مرت وكان الجمهور بكل يوم يزيد 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 نعم يعني نحن ربما الافتاح كان يوم الخميس وليلة أمس كانت السبت ولكن جمهور السبت كان أكثر عن جمهور الخميس جميل طيب أحمد دينا بسألك عن شيء جدا مهم وهو الجمهور نعم دائما يمكن المهرجانات لا تحظى بجمهور كبير في بداية العروض ولكن تشوفها شيئا في شيئا قاموا يكثروا مثل ما ذكرت أنت يعني تأثير هذا عليكم بأن الإعداء ممكن ما يكون ذاك الزود بالجمهور مش كبير الجمهور مؤثر الجمهور يمكن ما ساعدكم بشيء معين هل هذا فعلا يأثر على العرض المسرحي؟ بالأكس تواجد الجمهور يضفي حس أكبر على الممثل أنا أعتقد لأننا قبل أن ندخل على الخشبة المسرح وتفتح الستار نكون جدا مرتعبين ومرتبكين من صوت الجمهور خارجا التسفيق وأيضا وجود الأطفال هذا جدا جميل صراح الأطفال جدا يضفي علينا روح جميلة جميل فما أن نقف على خشبة المسرح ونرى الجمهور حتى نأخذ من حس القاعة إذا كانت القاعة صاخبة نكون نحن صاخبون إذا كانت القاعة هادية نكون نحن هاديون نعم جميل في الأخير المخرج أحمد عبدالله راشد كل شكرا على تواجد كل يوميان ببرنامج صباح الشرقية وأكيد نتمنى لكم التوفيق في المجال المسرحي شكرا لكم شكرا لكم والحين مشاهدين ننتقل إلى موضوع مختلف تماما في إطار توسيع خدمات مكتب هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشرقة افتتح المكتب فرعا أو افتتح المكتب فرعا له في المنطقة الشرقية تفاصيل أكثر في هذا التقرير افتتح المكتب التمثيلي لهيئة الإنماء التجاري والسياحي في خور فكان وذلك تزامنا مع يوم السياحة العالمي بالسابع والعشرين من سبتمبر في كل عام وذلك بحضور الشيخ سعيد بن صغر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خور فكان وسعادة الدكتور خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشرقة وعدد من كبار المسؤولين في المنطقة وهذا إن شاء الله المكتب بيخدم المنطقة الشرقية بيخدم الزوار والجمهور اللي متواجد في المنطقة الشرقية ككل طبعا هذا المكتب لأكثر من خدمة بيقدمها للزوار أول شيء هو بيكون نقطة الوصل بين هيئة الإنماء التجاري والسياحي في مدينة الشرقة وكذلك الشركاء الاستراتيجيين اللي موجودين في المنطقة الشرقية استهل الافتتاح ببعض الفنون الشعبية للترحيب بالضيوف الكرام ثم تقدم الشيخ السعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان وعدد من كبار المسؤولين لقص الشريط لافتتاح المكتب التمثيلي لهيئة الإنماء التجاري والسياحي في خورفكان وذلك لتعزيز التواصل مع الشركاء في القطاع السياحي كما سيسهم في تعزيز مكانة المنتج السياحي الذي تقدمه المنطقة لزوارها يهدف المكتب إلى الارتقاء بالإمارة كوجهة سياحية متكاملة تواكب التوجيهات السامية والرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسيساهم هذا المكتب في تعزيز الخدمات السياحية للهيئة في المنطقة الشرقية ومواكبة التطور الملحوظ الذي سيشهده القطاع السياحي في المنطقة إذن مشاهدين مثل ما تشفنا معاكم في هذا التقرير افتتاح مكتب لهيئة الإنماء التجاري وأيضا السياحي لذلك شهدت إن شاء الله في المستقبل وأيضا في القريب العاجل الكثير من طبع المشاريع التنموية في المنطقة الشرقية أما الآن مشاهدين أفاصل قصير فقبها نرجع نواصل معاكم فقرتنا الصباحية بخلق مال